اهلا ومرحبا بكم في حلقتنا المتواصلة ومدرسة على الهواء طلبة وطلبات السنوية العامة القسم الأدبي توقفت في الحلقة السابقة في منهج التاريخ عند نهاية صورة يوليو قصورة فعلية امتهت بالفعل بمغادرة الملك فاروق للبلاد ختمت معاكم الحلقة اللي فاتت وقلت اوقع الملك فاروق الأمر الملكي سنة 1952 نحن فاروق الأول ملك مصر والسودان لما كنا نبتغل خير دائما لأمتنا ونتمنى سعادتها ورقيها وتجنبها المصاعب التي وجهتها في الأيام الأخيرة قررنا النزول على إرادة الشعب لولي عهدنا الأمير أحمد فؤاد صدر ذلك في قصر راستين 23 يوليو 1952 لصاحب المقام الرفيع علي باشا ماهر للعمل بمقتداء الكلام ده كان 23 يوليو 26 يوليو ومعوروب شمس ذلك اليوم غارب حكم آخر حاكم من أسرة محمد علي إلى الأبد إنجازات متعددة قام بها الجيش المصري والثورة المصرية تجاه هذا البلد هنبدأ نتكلم النهاردة على ختام الفصل الرابع ونهاية ثورة يوليو في إنجازات الثورة في حاجة مهمة جدا لازم تاخد بالك منها وتعرفها كويس قوي إحنا هنقولها وبعد ما نجي نطبق هتعرف أهمية الكلام اللي أنا قلته بص معي إنجازات ثورة يوليو 1952 مبادئ الثورة نشوف كم مبادئ الثورة مع بعض فيه عندي ست مبادئ نقطع لهم ونشوفهم القضاء والإقامة القضاء على الاستعمار وأعوانه القضاء على الاستعمار وأعوانه القضاء على الاحتقار وسيطرة رأس المال الأجنبي مش احتقار محمد علي احتقار الأجانب لرأس المال بعد الاحتلال القضاء على الاقطاع وسوء توزيع ملكية الأراضي الزراعية اقامة عدالة اجتماعية جديدة في مصر اقامة جيش قوي بدلا من الجيش التي ادت انجلترا لانهياره اقامة حياة ديمقراطية بدلا من النظام الدكتوري الذي قام به الملك فاروق في هذه الفترة تاني معايا كده معلش تاني معايا الست مبادئ مهمين جدا القضاء على الاستعمار الاحتقار الاخطاع طبعا هنا فيه ثلاثة قضاء الاقامة فيه ثلاثة زيهم القضاء اقامة عدالة اجتماعية جيش قوي حياة ديمقراطية لازم يتحفزوا بالترتيب تاني هو الترتيب طب ايه المشكلة والستاذ لما احفظ المبدأ الرابع الاول والتاني الرابع والرابع الخامس لا مرفوض مرفوض خالص وهتعرف دلوقت اذا لما اتكلم على انجازات صورة يوليو لازم اعرف انجازات صورة يوليو بالترتيب طيب هنشوف مع بعض وهنزبط ازاي الانجازات مهمة بالترتيب انت بتقول معي الصورة ليها انجازات فيه انجازات عن المستوى الداخلي انجازات عن المستوى الخارجي انجازات المستوى الداخلي متمثلة في اوضاع مصر التي تم تغييرها في هذه الفترة ايه الاوضاع هنبدأ بالوضع السياسي هل الوضع السياسي مازال كما هو؟ لا الوضع السياسي تغير خالص ازاي؟ واحد نشوف مع بعض الغاء دستور 1923 دستور 23 اللي كان بيمكن الملك من ضرب الحياة الديموقراطية تلغى حل جميع الأحزاب السياسية ومصادرة أموالها كلها أحزاب كانت فازدة أدى بتتدهور الحياة السياسية الغاء الملكية واعلان النظام الجمهوري يونيا 1953 ونحفظ التاريخ ده كويس ومهم وتعين اللواء محمد نجيب أول رئيس للجمهورية طبق الوضع السياسي تغير من نظام ملكي إلى نظام جمهوري من لقب ملك إلى لقب رئيس توقيت اتفاقية الجلاء أكتوبر 1954 مع بريطانيا 14 أكتوبر 1954 وقعت حكومة الثورة مع بريطانيا اتفاقية الجلاء والتي نصت على رحيل إنجلترا في فترة لا تزيد عن 20 شهر 13 يونيا 1956 رحيل آخر جند إنجليزي من مصر ورفع الرئيس عبد الناصر عالم مصر على مبنى البحرية في مورسعيد وأصبح يونيا 18 يونيا عيدان عيد الجمهورية وعيد الجلاء في هذا التاريخ تمع الغاية الملكية وإعلان الجمهورية وجلاء القوات الإنجليزية بعد احتلال دم 74 سنة ثم تأميم الشركة العالمية لقناة السويس شركة مساهمة مصرية وانتقال كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات للحكومة المصرية تمام كده اتكلمنا عن الوضع السياسي وشفنا إن فيه تغييرات كبيرة جدا دي أوضاع مصر السياسية بندرسها للمرة التمنى للمرة التمنى إزاي يا أستاذ المرة التمنى أوضاع مصر في عصر الحكم الأثماني الحاملة الفرنسية محمد علي خلفاء محمد علي الاحتلال البريطاني خمسة هو أوضاع مصر في أول الفصل الرابع أثناء الحرب العالمية الأولى اللي اتغيرت ستة أوضاع مصر في نهاية العهد الملك للملك فاروق سبعة أوضاع مصر بعد صورة يوليو كده تمن أوضاع سياسية لمصر طيب جميل نخلي بنا هنبدأ نتكلم على الوضع الداخلي التاني وهو الوضع الاقتصادي نشوف مع بعض الوضع الاقتصادي في مجال الزراعة والصناعة والتجارة بعد الفاصل هنكمل معاكم أوضاع مصر الاقتصادية وما ترتب عليها من تغيير فانتظرونا اهلا بكم بعض الفاصل بنشوف مع بعض انجازات الصورة واستكمالا نتكلمنا عن الايه الانجازات الداخلية على المستوى السياسي طيب بنشوف المستوى الاقتصادي زراعة صناعة جارة طيب بنشوف الزراعة كده مع بعض استصلاح الاراضي بدأت الصورة في استصلاح ارض جديدة في مدرية التحرير اللي هي منطقة غرب النبرية في طريق سكندرية ومحافظة الوادي الجديد هيديف ارض جديدة انشاء السد العالي السد العالي هيقل مصر من حكتين خطر الجفاف في حالة نقص الامطار الدائمة والموسمية وحماية مصر من خطر الفيضانات العالية انجازات الصورة في مجال الصناعة عملت الصورة على توليد الكهرباء من خزان اسوان التوسع في استخراج البترول ومعامل التكرير انشاء مصنع الحديد والصلب في حلوان انشاء مصانع الاسمدة في اسوان التوسع في انشاء المصانع الحربية لتزويد الجيش المصري والجيش العربية بالاسلحة الحديثة تدعيم التعليم الفني ومراكز التدريب المهني التوسع في الصناعات الجديدة والاهتمام بالصناعات القائمة كل ده هنلجعله تاني بس بنشوفه بنستعرض مع بعض كده الانجازات المتعددة الاقتصادية في مجال التجارة وجهت الصورة تجارة مصر الى العالم الخارجي ده بازاي تمصير كافة البنوك وشركات الاستيراد والتصدير والوكالات التجارية الاجنبية كلمة تمصيرها اي مصادرتها لصالح الشعب المصري واصبحت ملكا للدولة ثم فتح اسواق لمصر في الخارج وتولت العناصر المصرية الادارة في كل هذه الشركات نعم حدث تغير اجتماعي من قطع النظير القضاء على نظام الاقطاع الظالم من خلال اصدار قانون الاصلاح الزراعي 1952 في سبتمبر والذي قام بمصادرة الاراضي من الاقطاعيين وتوزيعها على صغار الفلاحين ثم التوسع في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تعميم مجانية التعليم في كل مراحله بما فيه التعليم الجامعي اصدار قوانين التعمينات والمعاشات تحديد ساعات العمل بسبح ساعات يوميا اشتراك العمال في ادارة الشركات وتخصص لهم نسبة من الارباح السنوية منح المرأة حق الترشح في الانتخاب وحق الانتخاب ايضا احنا كده خلصنا انجازات صورة يوليو على المستوى الداخلي قبل ما اتكلم وانتقل معاكم لانجازات الصورة على المستوى الخارجي هنقول مع بعض كده شوية اسئلة تلوفين مفتوح الاسبوع اللي فاتح الناس كاد زعلان عشان التلوفون كان مقفول اللي عاوز يشترك معايا يشترك لما اقول اثبت صحة العبارة الاتية واحد نجحت صورة يوليو اتنين وخمسين في تحقيق المبدأ الاول ركز معايا اتنين نجحت صورة يوليو في تحقيق المبدأ الثاني ثلاثة نجحت صورة يوليو في تحقيق المبدأ الثالث اربعة نجحت صورة يوليو في تحقيق المبدأ الرابع خمسة نجحت صورة يوليو في تحقيق المبدأ الخامس ركز معايا كده اذن هنا انا لما سألت سألت في اسم المبدأ ولا في رقم المبدأ انا سألت في رقم المبدأ طبع عشان اقدر اجاوب الاسئلة دي لازم يكون عندي في حفظ المبادئ بالترتيب لازم اكون محافظهم بالترتيب ازاي انا سألك في المبدع الاول دلوقت لو انت حطيت المبدع التاني ما كان الاول والاول ما كان التاني لغبطت الاجابة في الاسبات وهتديني اجابة مختلفة عن اللي انا عايزها طب جميل نقول برضو عندي ايه سؤال تاني بما تفسر بما تفسر واحد فتح اسواق خارجية لمصر بعد صورة يوليو الف تسعمية اتن وخمسين ليه تم فتح اسواق خارجية لمصر بعد صورة يوليو الف تسعمية اتن وخمسين طيب الحاجة التانية بما تفسر استصلاح الاراضي الجديدة بعد صورة اتنين وخمسين طيب كويس استصلاح اراضي جديدة بعد صورة كام اتنين وخمسين برضو الاسئلة معنا هيا نخلي معنا نقول ما العلاقة بين ركز معنا كويس كده ما العلاقة بين سياسة المستشار دانلوب وصورة تلاتة وعشرين يوليو اتنين وخمسين ما العلاقة بين سياسة دافرين وصورة يوليو اتنين وخمسين ما العلاقة بين سياسة الاحتلال البريطاني في الزراعة وانجازات يوليو اتنين وخمسين تاني معي الاسئلة ايه لو سمحته ايه العلاقة بين السياسة المستشار الانجليزي دانلوب وصورة يوليو العلاقة بين السياسة دافرين وصورة يوليو العلاقة بين السياسة الاحتلال البريطاني في الزراعة وانجازات صورة يوليو نفس الكلام لما اقول برضو ما العلاقة بين سياسة الرأسماليين سياسة الرأسماليين في مصر وانجازات صورة تلاتة وعشرين يوليو الف تسعمية اتنين وخمسين نخلي معنا العلاقة بين سياسة الرأسماليين في مصر وانجازات صورة يوليو حدد الشبه بين سياسة محمد علي وسياسة صورة تلاتة وعشرين يوليو في مجال الصناعة والزراعة ايه الشبه بين سياسة صورة يوليو بين سياسة محمد علي وسياسة صورة يوليو في مجال الايه الصناعة والزراعة برضو حدد الشبه بين سياسة الخديوي اسماعيل وصورة يوليو في الاوضاع الاجتماعية في الاوضاع الاجتماعية لو فيه تلفون يعني انا حطيت معاكم شوية اسئلة كده بسيطة شوية اسئلة بسيطة وان ايه واللي عايز جوا بيقى برضو يتصل المرة اللي فاتت التلفون كان ايه مش موجود فعشان كده الناس زالت احنا بنقول تانية اهو الناس كتير اكلمتني بعد الحلقة عندي كم اسئلة اهو مش بطال لو حد سجل معي الاسئلة يا بيت يشترك معي ونشوف الدنيا هتعمل ايه لان الناس بتتصور ان انجازات صورة يوليو انجازات بسيطة اه سهل ان انا اذاكرها الارتباط فيها ضعيف لا 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 صورة يوليو صورة مهمة الارتباط فيها قوي فيها استنتاج ممكن اربط فيها بين اكتر من ايه من فصل خلي ما ان الله يخليكم اه هنبدأ نتكلم على انجازات انجازات صورة يوليو في المجال الخارجي طبعا بعض الفاصل هكمل معكم انجازات صورة يوليو في المجال الخارجي على المستوى العربي والمستوى الافريقي والمستوى الدولي فاصل ثم نعود من جديد فانتظرونا معاكم بعض الفاصل من جديد شفنا فيلم تصويري هنا تسجيلي بيوضح ازاي الشعب هو في جنب الصورة وساندها وازاي الصورة كان لها انجازات كبيرة وازاي الصورة قدرت فعلا تحقق معظم مطالبها او معظم مبادئها في هذه الفترة طيب برضو اه الفيديو الشغالي كده انا عملت لكم برضو سؤالين كمان لمول بما تفسر حل جميع الاحزار السياسية ومصادرة اموالها بعد صورة يوليو ليه ما العلاقة بين الوكالات التجارية الاجنبية وصورة يوليو الف تسعمائة اتنين وخمسين يليد برضو كده نشوف مع بعض واللي ايه واللي عنده اي نوع من الانواع الايجابية اي جواب النهار ده تريد فهم افتوح معاكم او من الصبح الاسالة سجلتوها لو حد عايز نعاد الاسالة مرة تانية يتكلم معايا طيب انجازات صورة يوليو في المجال الخارجي هنبدأ نتكلم على المستوى العربي مصر طبعا ساعدت شعوب كثيرة جدا على الاستعمار بما فيها العرب وايه وغير العرب في الفترة دي طيب مصر ساندت ساندت ايه حركات التحرر في المشرق والمغرب العربي يعني سندت بقوة جدا في المشرق والمغرب العربي حركات الاستعمار بصفة عامة ساعدت مين ساعدت السودان وبلاد المغرب العربي بصورة كبيرة ساعدت مصر الخليج العربي بالكامل علاوة على مساعدة مصر جنوب اليمن في نيل الاستقلال طبع حركات التحرر بصفة عامة في المشرق والمغرب العربي ساعدت مصر السودان على الاستقلال بلاد المغرب العربي تونس والجزائر والمغرب ساعدت الخليج العربي وجنوب اليمن ايدت مصر وبقوة صورات العرب ضد الاستعمار زي مين ايدت صورة العراق صورة اليمن ساعدت شعب فلسطين في استعادة حقوقه المشروعة في وطنه وبذلك صرت روح القومية العربية في تلك الشعوب التي ارادت مصر تحريرها من الاستعمار نركز بها كده مع بعض شوية اتكلمنا كده عن الانجازات الداخلية في الاول الوضع الاقتصادي والوضع السياسي والوضع الاجتماعي وحطينا عليهم مجموعة اسئلة كتير خالصة هين يريد تكونوا سجلتوا الاسئلة دي الاسئلة دي مهمة وفي ارتباطه فاست انتاج مهم اتكلمنا على المستوى العربي ان سندت مصر حركات التحرر في المشرق والمغرب العربي عملت مصر على مساعدة السودان وبلاد المغرب والخليج العربي وجنوب اليمن مصر ايادته بقوة صورة العراق وصورة اليمن ساعدت الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة في وطنه وبذلك صرت روح المقاومة في البلاد العربية التي ارادت مصر تحريرها من نير الاستعمار جميل هنبدأ نخش هنا على فقرة جديدة وهي انجازات صورة يوليو على المستوى الافريقي نخلي بالنا دي جزئية جديدة جاية في الكتاب السنة دي انت عندك هنا افريقيا نالت قدر كبير من الاهتمام في الفترة الحالية من اول ثلاث سنين الاخيرة افريقيا بدأ يكون فيه اهتمام بيها من ناحية مصر الكلام ده بيفكرنا بسياسة الزعيم عبد الناصر اللي هو شال هم افريقيا من زمان وحرر في وقته تلاتة وستين اكتر من سبعتاشر دولة افريقية بمساعدة مصر بكل انواع ايه المساعدة نخلي بالنا فيه صفحة في الفصل التاني اضافة السنة دي وهي اصلاحات مصر في عصر اسماعيل في الجنوب خدناها دي من مرة ايه في الفصل التاني واتكلمنا عنها بالتفصيل هنا اصلاحات وانجازات مصر على المستوى الافريقي نشوف مع بعض كده انجازات صورة يوليو على المستوى الافريقي حصل ايه اهتمت صورة يوليو بصورة كبيرة بدعم حركات التحرر الافريقية لان مصر اعتبرت ان افريقيا عمقا استراتيجيا لها ولا يتم تحرير مصر الا استكمال تحرير افريقيا مدت مصر يد المساعدة للشعوب الافريقية بكل انواع المساعدة سواء الدعم السياسي او الدعم المالي او السلاح طيب لما نجي نتكلم بمساعدة افريقيا اول حاجة على المساعدة استوى السياسي ساعدت مصر وبقوة دعم حركات التحرر في شرق افريقيا لازم نحفظ الدول دي مين دعمت السومال كينيا اغندا تنزانيا دعمت غرب افريقيا نيجيريا غانا القنغو هنا سمع اساميهو امدتهم مصر بالمال والسلاح والدعم السياسي واستقلال 17 دولة افريقية عام 1960 جميل ثم بعد ذلك ساندت مصر وبقوة شعب رودسيا الشمالية زنبيا حاليا ورودسيا الجنوبية زنبيا بويه حاليا الذي تحكمت فيه اقلية اوروبية وقطعت مصر علاقاتها السياسية مع بريطانيا اذا سعدت شرق وغرب وجنوب ايه افريقيا نددت ايضا مصر في هذه الفترة بسياسة التفرق العنصرية في جنوب افريقيا ومنحت حق اللجوء السياسي للفرين من جحيم السياسة العنصرية واعلنت مصر 23 ديسمبر 1963 المقاطعة الاقتصادية لجنوب افريقيا تبقى معنى كده مصر لما نجي نرسم قارة افريقيا كده عندي بنقول مصر سعدت وبقوة حركات التحرر في جميع اجزاء افريقيا بص معايا كده رسمة بس نقروقي بنوضح فيه مصر عملت ايه قادي مصر ايه سعدت اربع دول في منطقة شرق افريقيا تلت دول في منطقة غرب افريقيا سعدت زنبيا وزين بابويه في جنوب افريقيا سعدت جنوب افريقيا وحتلت بالتفرقة الايه العنصرية كل ده منين من مصر مصر اعتبرت ان استقلال افريقيا ماله عمقا استراتيجيا عمقا استراتيجيا لمصر ولا تتم عملية الاستقلال الكل لمصر الا بعد استقلال كل افريقيا طبعا سعدت مصر حركات التحرر في كينيا وتنزانيا واغاندا والصومال غرب افريقيا نيجيريا والكونغو وغانا جنوب افريقيا رودوسيا الشمالية ورودوسيا الجنوبية نددت بالتفرقة العنصرية التي مرستها انجلترا في افريقيا مش كده وبس عملت مصر مؤتمر المؤتمر ده كان فين اقرى الاسامة مهمة اقرى عاصمة مين عاصمة غانا المؤتمر كان بيقول ايه افريقيا للافارقة او للافريقيين اتنين عملت حاجة تانية مؤتمر في اديسا بابا طب مؤتمر اديسا بابا ده كان عشان ايه كان في مايو الف تسعمية تلاتة وستين على قيام منظمة الدول الافريقية هنعمل منظمة للدول الافريقية بس لا ركز معايا تولت مصر رئاسة هذه المنظمة الف تسعمية اربعة وستين في عهد الرئيس عبد الناصر ثم عادت مرة اخرى عام الفين وتساحتاشر تولت رئاستها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي طبع مصر هنا لها دور كبير جدا في تفعيل المنظمة الافريقية في اخر سلس سنوات عملت مصر على مد جزور التعاون مع القارة الافريقية مد جزور التعاون بكل اشكاله من خلال علاقات جديدة باشقاء الافريقى عملت مصر ووضعت في الدائرة الاولى من اهتماماتها توصيق العلاقات والروابط ووضع استراتيجيات تبنى على اسس وقواعد تتمشى مع الاحداث الجارية محليا واقليميا ودوليا اذا هنا مصر عملت مجهود كبير جدا من خلال جهور ثورة يوليو في المجال السياسي بالنسبة لثورة يوليو لها دور كبير في تحرير عدد كبير او معظم الشعوب الافريقية مصر بصراحة سندتها بقوة القارة الافريقية منذ عصر عبد الناصر والذي ظهر بوضوح بعد ذلك في الوقت الحالي منذ ثلاث سنوات احنا بنقول من ايام مؤتمر افريقيا للافريقيين في اقرة عاصمة غانا وانشأ منظمة الدول الافريقية في قديسة بابا وتولت مصر رئاسة هذه المنظمة منذ عصر عبد الناصر تولتها في هذه الايام على قائد الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر عملت على مد خطوط التواصل مع اشقائها الافريقى مصر عملت على توصيق العراقات وبنت هذه الالاقات على اسس واستراتيجيات تتمشى مع الاحداث الجارية محليا واقليميا ودوليا مصر سعدت 17 دولة الارقام مهمة مصر سعدت 17 دولة افريقية على التحرر بالاستعمار مصر سعدت دول في شرق افريقيا وفي غرب افريقيا الاسامة مهمة كينيا وتنزينيا واغندا والصومال شرق افريقيا غرب افريقيا سعدت نيجاريا والقنغو وغانا جنوب افريقيا في الوسط سعدت رودسيا الشمالية رودسيا الجنوبية في جنوب افريقيا رفضت سياسة التفريق العنصرية ومنحت اللجوء السياسي لحق الأفارقة وقطعت علاقتها مع بريطانيا مصر الدولة الوحيدة التي لم تتخلى عن أشقائها العرب أو أشقائها في المنطقة اللي أكبر من كده مصر عملت بعد ذلك على التواصل الاقتصادي مع هذه الدول الإفريقية إزاي واحد إنشاء تكتلات اقتصادية مع إفريقيا بس اتنين إنشاء الصندوق الفني إنشاء الصندوق الفني المصري للتعاون مع الأفريقيا طيب أنت بتقول إنشاء تكتلات اقتصادية وإنشاء تكتلات اقتصادية في هذه الفترة يعمل على استغلال كافة الموارد سواء موارد بشرية أو موارد طبيعية في القارة إنشاء الصندوق الفني المصري للتعاون مع الأفريقيا من خلال تقديم الخبراء والفنيين والمهندسين للحرص على إقامة السدود وكانت هذه النقطة مهمة لتوليد القهرباء الله يخليكم نركز كده في إنجازات تانية اقتصادية بالنسبة للقارة الإفريقية الإنجازات الاقتصادية إنشاء تكتلات اقتصادية للاستفادة من الموارد البشرية والطبيعية الغنية فيها القارة العمل على إنشاء الصندوق الفني المصري للتعاون مع الدول الأفريقية مصر هتقدم الخبراء للفنيين المهندسين مصر بتساعد الدول الأفريقية في إنشاء السدود التي تعمل على توليد القهرباء التي تعمل على بناء اقتصاد من خلال استخدامها في مجال الصناعة أيضا في المجال الإعلامي مصر ساعدت وبقوة من خلال فتحت مصر مكاتب لحركات التحرر الأفريقية فتحت مصر مكاتب لحركات التحرر الأفريقية لشرح قضاياتها اتنين البس الإزاعي من مصر بالعديد من اللغات الأفريقية ركز تاني كده فتحت مصر مكاتب لحركات التحرر الأفريقية لعرض كل الدول الأفريقية مشاكلها الاستعمارية من مصر تخيل انت بقى دلوقتي مصر الدولة الوحيدة التي تتحمل تبعيات المشاكل التي تسيرها هذه الدول يعني كل دول العالم الاستعمارية انجلترا فرنسا ألمانيا ايطاليا في القرى الأفريقية مين اللي بيساعد الدول الأفريقية على الخروج من تحت سيطرة الاستعمار هي مصر لذلك استهدافوا مصر أكتر من مرة وجهوا لها ضربات عنيفة سواء في 56 أو 67 مصر عملت بس إزاعي اللي بنسميها النهاردة عندنا في دار الإزاع المصرية يعني حاجة جبيرة جدا اسمها إزاعة الموجهات إزاعة الموجهات لحد النهاردة من المبنى ده بتتبسل كل الدول الإفريقية بالعديد من اللغات الهوتو والبانتو والأسباكي والأردي كل حركات التحرر في العالم اللي كان بتتكلم بلغات غير معروفة للعالم مصر عملت لها هنا مكاتب ايه تحرير عملت لها بس إزاعي من الإزاعة المصرية لعرض قضاياها بالعديد من اللغات ولا تزال هذه القنوات أو هذه الموجهات تبسل حتى الآن يعني بالرغم أن مصر انتهى فترة الاستعمار وبالرغم أن الدول دي حصلت على الاستقلال ما زالت مصر تبس هذه القنوات واللغات الموجهة بالرغم من التكلفة العالية لها حتى ايه الآن في المجال الثقافي مصر ساعدت وبقوة في إرسال مدرسين وأساتذة إلى البلاد الإفريقية زي ما احنا خدنا أبليكادة مصر هتساعد الجزائر وتبعت لها مدرسين يعلمواها لغة ايه؟ عربية الأظهر الشريف اللي خدنا أبليكادة في اسماعين وفد إليه العديد من الطلاب الأفارقة تعلموا في أروقته الأظهر أرسل العديد من العلماء والمشايخ والوعاز لتفقيه الناس في أمور الدين ونشر الدين الإسلامي طبع مصر هنا نقدر نقول أن هي أكبر دولة إقليمية في المنطقة ليست العربية ولكن المنطقة الإفريقية بالكامل مصر ساعدت وبقوة حركات التحرر في كل العالم بأمانة دور مصر كان دور زيادة عن اللزوم قوي في مساعدة هذه الدول وتحملت مصر تبعيات هذا الدور بصورة كبيرة طب دعا المستوى الإفريقي والمستوى العرب والمستوى الداخلي آخر مستوى عندي إنجازات الصورة على المستوى الدولي طبقا هنقول ساعدت مصر حركات التحرر في أسيا وإفريقيا زي ما أنا قلت دلوقتي وعند إثباتاتها هي مصر ساعدت دول كتيرا على التحرر من الصمار في أسيا وإفريقيا بس لا رفض الدخول مصر رفضت الدخول في الأحلاف الغربية مثل حلف بغداد 1955 حلف بغداد كان تحالف سياسي بيضم العراق وإيران وإنجلترا وباكستان رفضت مصر دخول هذا التحالف وجر أي من الدول العربية مصر رفضت تدخل هذا التحالف ورفض أي دولة عربية أنها تدخل اشتراك مصر في مؤتمر باندونج 1955 في أندونسيا لدول عدم الانحياز سواء للقتلة الشرقية أو القتلة الغربية والمؤتمر ضم 29 دولة تضم أكثر من نصف سكان العالم أفهمها لكم دي يعني أنتو خدتوا في الجغرافية تقريبا عدم الانحياز دي أنا عند القتلة الشرقية القديمة كان اتحاد السوفيتي قبل التفكك القتلة الغربية الولايات المتحدة الأمريكية ده لي نظام سياسي واقتصادي وده لي نظام سياسي واقتصادي كل واحد من دول بيحاول يضم عدد من الحلفاء طب مصر عملت ايه سياسة الحياد وعدم الانحياز لأي من القتلة الشرقية أو القتلة الغربية أنا لي علاقة طيبة بدول وعلاقة طيبة بدول وتبنت سياسة الحياد الإيجابي واشتركت في مؤتمر بندونج لدول عدم الانحياز احنا ملناش دعوا بالتكتلات دي ورفضوا الدخول في حلف بغداد طب جميل آخر فقرة عندي هتلاقي في المجال الدولي في حاجة غريبة كده صغيرة جات السنة اللي فاتت في الامتحان وجات قبل كده ايه يا واستاذ لما اقول لك ونظرا لانجازات صورة يوليو اتنين وخمسين مساعدة الشعوب العربية والافريقية على التحرر من الاستعمار رفض الاحلاف الغربية زي حلف بغداد رفض التأييد الغربي لليهود ركز في دول كده نظرا لانجازات صورة يوليو المتعددة نظرا لمساعدة الصورة الشعوب العربية على التحرر من الاستعمار نظرا لرفض مصر الاحلاف الغربية رفض مصر التأييد الغربي اليهود تعرضت مصر لمؤامرات عديدة مؤامرات ايه عديدة ايه المؤامرات دي ايه العدوان السلاسي الف تسعمية ستة وخمسين العدوان الاسرائيلي الف تسعمية سبعة وستين خلي بالك كده معي خلي بالك من الفقرة دي طيب لما اجا اقولك هنا بقى ايه سؤال بما تفسر تعرضت مصر لمؤامرات عديدة بعد صورة يوليو الف تسعمية اتنين وخمسين خلي بالك من الفقر ده تاني بما تفسر تعرضت مصر لمؤامرات عديدة بعد صورة يوليو الف تسعمية اتنين وخمسين طيب السؤال ده فسر هنيجي لغيين فسر ونحط السؤال لامتحان بتاع السنة اللي فاتت اثبت اثبت ان مصر تعرضت لمؤامرات عديدة بعد صورة يوليو شوف صغيرة جدا ايه? تعرضت للعدوان السلاسة سنة كام? ستة وخمسين. والعدوان السلاسة سنة السبعة وشتين. ادي درجة وادي درجة. شايف الاجابة عاملة ازاي? ها تاني. هنا لما جاء في الامتحان قبل جنة الفاسر تعرضت مصر للمؤامرات العديدة. ما قالش مثلة. قال عديدة بعد الثورة. الطلب هي تلغبط. تقول اه مصر تعرضت لمؤامرات عديدة لان مصر عملت انجازات زي عالة العالم. مصر ساعدت الشعوب على التحرم من الاستعمار. مصر رفضت الاحلاف الاوروبية الغربية زي حلفة بغداد. مصر رفضت التأييد الغربي لليهود. عشان كده مصر اتعرضت لمؤامرات عديدة. طيب اثبت ان مصر اتعرضت لمؤامرات ايه? عديدة. تقول اه اتعرضت للعدوان السلاسي الف تسعمية كام? ستة وخمسين والاسرائيل سلاك كام? سبعة وستين. طيب تمام. نخلي بالنا الله يخليكم من السؤال ده. السؤال ده من الاسئلة المهمة والطالب بيغيب عنه لانه جاي صغير قوي في نهاية الفقرة بتاع بتاع المجال الدولي. طيب احنا برضو بنعتزل النهاردة. لست زي ما انا المخرجة بتقول احنا بنعتزل النهاردة عشان ما حدش يزعل مني بعد الحلقة. الاسبوع اللي فات الناس اه بهدلتني بعد الحلقة عشان التليفون. التليفون النهاردة عطلان واللي محتاج حاجة يتصل بي. انا هرد عليه. انا مرد عليكم. بس انا ليه يا رجالة ما حد يتصل بي. انت بتقعد تدور على الاسئلة. يعني بسبع الورق بيه. تقعد تدور. لأ انت جهز الاسئلة اللي انت عايز هو اكتبها على بعضها وارجع اسألني. انما انت با عندك سؤال في الكتاب في اول صفحة وفي نص الكتاب وفي اخر الكتاب. انت بتقعد تتصل وتسألني بتاخد لك بقى بتاع عشر دقايه. بتقلب على الاسئلة. لأ انت اكتب اسئلتك كلها على بعضها واسألني فيها وانا هجاوبك. وبنعتزل برضو تاني عشان التليفون ايه الاسبوع ده والاسبوع اللي فات كان عطلان ما عليش احنا اسفين. بس انا معاكم برد عليكم. اه لما نتكلم في اخر حاجة بنقول بعد كده وفاة الزعيم والقائد الرئيس جمال عبد الناصر. توفي زعيم جمال عبد الناصر ليأتي من بعده احد رجال قيادات الثورة الرئيس محمد انور السادات. طبعا لما جاء الرئيس السادات رحمة الله للجميع هؤلاء الرئيساء قدموا الكثير لمصر في هذه الفترة خاصة من الرئيس عبد الناصر وانجازاته المتعددة في البناء الاقتصادي والاجتماعي. عمل الرئيس انور السادات على توحيد الجبهة الداخلية. عمل على اصدار الدستور الدائم واحد وسبعين. عمل على تقوية الجيش والقوات المصرية صاحب قرار العبور. صاحب قرار العبور. طبعا وفاة الرئيس عبد الناصر فقدت مصر ليس زعيما مصريا. وليس بطلا مصريا. احنا بنقول فقدت مصر بل الامة جميعا بطلا قوبيا بكل الطرق. وليس بطلا قوميا بل بطلا عالميا. انجازات مصر في هذه الفترة رفعت مكانة مصر ورفعت هيباتها اعلى مما يتخيل الجميع. الناس كتنة جدا بتقول ان مصر وصلت حبيتها الاكثر درجة في عهد محمد علي. لا. مصر وصلت حبيتها منذ قيام صورة 23 يوليو والاطاحة بالحكم الاجنبي. وحكم البلاد ابنائها. صورة يوليو بكل هذه الانجازات المتعددة. صورة يوليو بكل هذه التكلفة ليست المادية ولكن التكلفة العسكرية. لما سعدنا الجزائر تعرضت مصر للمعدوان ستة وخمسين. لما سعدنا فلسطين تعرضت مصر للمعدوان سبعة وستين. مساعدتنا للدول الافريقية خسرت مصر الكثير من الاموال الطائلة. والعلاقات الدبلوماسية مع دول هامة بالنسبة لمين? لمصر. مصر وقفت ولا تزال طقف وتؤيد حركات التحرر في كل البلاد العربية. مصر هي الام الاولى والاخيرة لهذه الامة العربية. كل الدول العربية التي خرجت منها وخرجت فيها صورات انتهت بنوع من انواع آآ عدم الاستقرار. كل الشعوب لم تتجه الى اي دولة بل اتجهت الى مصر. مصر هي قلب الامة العربية النابض. بانجازات صورة يوليو كده بنتكلم على ختام الفصل الرابع. الفصل الرابع من اهم الفصول واكسرها آآ اسئلة ارتباط. ما بين التاني والتالت والرابع. نركز صف الفصل بتاعك. الاسبوع اللي جاي ان شاء الله اوعدكم ان شاء الله انوا ترفون هيكون مفتوح. الاسئلة اللي انا كنت افتحالكم دي ايه حاول تحلها تحلها مع نفسك مع المدارسين. لو اي حد عنده اي مشكلة فيها الاسبوع اللي جاي انا هكملها له. هنبدأ نتكلم ان شاء الله الاسبوع القادم عن الفصل الخامس وموضوع جديد مستقل مع بعض الارتباط بتاريخ مصر. وهو التوسع الاستعماري في البلاد العربية. التوسع الاستعماري قصد الانقضاض على الاطراف البعيدة من الوطن العربي واحتلالها او الاطراف البعيدة من الدولة العثمانية. ازاي? يعني لما نيجي نتكلم مثلا على الدولة العثمانية في الفصل الخامس بنقول ان الاستعمار انقض على الاطراف البعيدة. حد فكرة بسيطة تحلل فيها مع نفسك كده. يعني على سبيل المثال ادي مصر ليبيا تونس ادي الجزائر. هنا عندي منطقة ايه عمان واليمن والخليج العربي وشبه الجزيرة العربية. فين السلطان العثماني? ادي بقر الدولة العثمانية اهو. ده مكان السلطة العثمانية. عندما اتجه الاستعمار الى البلاد العربية انقض على الاطراف البعيدة. خد الجزائر الف تبنمية وثلاثين. خد عدم في اليمن الف تبنمية تسعة وتلاثين. وضع سيطنته على الخليج العربي منذ الف تبنمية وعشرين. نركز معي. دي ابعد حاجة في الشرق. ده في الجنوب ده في الغرب. دي اطراف الدولة العثمانية. اذا ننقض الاستعمار على الاطراف البعيدة. احنا عندنا مصر اضاعة الاستعمار. الف تبنمية وثمانين. تلت مصر السودان. الف تبنمية وثمانين. عندما اندلعت الحرب العالمية الاولى 14 كانت كل البلاد العربية من الخليج الى المحيط في قبضة الاستعمار. ما عدا قلب الجزيرة العربية والحجاز والعراق والشام. لا تزال ولايات عثمانية تتبع السلطان نظرا لقربها من الدولة العثمانية فاستطاعت دفاع عنها. مقدمة بسيطة عن الفصل الخامس. وصلنا هنا نهاية الحلقة سريعا. الحلقة مهمة. الاسئلة دي مهمة. اتمنى ان كنتوا كتبتوا الاسئلة دي ورايا. الاسئلة دي مهمة مهمة مهمة. نخلي باننا من ارتباطاتها. اللي هتعف قدامك. انا هقولها لك المرة الجاية. ان شاء الله تترفونها هيكون تمام الاسبوع اللي جايه. لو في حد جاء يكلموني ان شاء الله كده على الساعة تسعة بالليل بإذن الله هرد عليكم. اعزائي طلبة وطلبات السنوية العامة مع ارق تحياته واجمل امنيات لكم بالنجاح والتوفيق. هذا احمد صلاح يحييكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا 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 شكرا